أفدح من الجريمة إلا تبريرها وليس أسوأ من الدكتاتورية أو الفوضى سوى تصويرها على أنها ديمقراطية مثالية تدعو الناس للاقتداء بها والمشاركة بانتخاباتها في عراق الميليشيات الذي يسوده قانون الغاب تروج الأحزاب والسلطة للانتخابات البرلمانية المقبلة وكأن تشرين الأول القادم سيحمل معه أمل التغيير نظرة بسيطة لجميع الأحزاب المرشحة تحيلك لتصور المرحلة المقبلة أي انتخابات تلك يكون أولى المشاركين بها أحزاب وميليشيات متورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترى هل يؤمن من لا يفهم سوى لغة السلاح بالديمقراطية في شوارع العراق التي ضجت بدماء المتظاهرين ومقابره المليئة بالناشطين الإجابة الوافية لكن ما يجعل الأمر واضحا أكثر خطوة أقدمت عليها مفوضية الانتخابات ناقضت به نفسها عندما مررت طلبات أحزاب تمتلك أجنحة مسلحة وميليشيات للمشاركة في الانتخابات المقبلة ما يناقض بشكل صارخ القانون الذي يمنع مشاركة الميليشيات بالانتخابات ميليشيات وأحزاب مسلحة قدمت طلبات للمشاركة بالانتخابات ضمن دوائر انتخابية ينتشر فيها عناصرها مثل نينوى وصلاح الدين وبغداد وديالا والأنبار وغيرها ما أثار تساؤل الكثيرين عن جدوى القانون إذا لم يطبق فالذي سن القانون هو الذي خرج عليه مفوضية الانتخابات رفضت التعليق على الأمر غير أن مصادر صحفية نقلت عن أحد مسؤوليها قوله إن العملية السياسية برمتها قائمة على هذه الأحزاب وتطبيق القانون يعني تغيير النظام السياسي في البلاد وعدم السماح لأغلب الأحزاب الموجودة بالمشاركة بالانتخابات نواب في البرلمان أقروا بأن القوى السياسية لن تتخلى عن أجنحتها المسلحة خصوصا أنها تعتمد عليها في نفوذها السياسي وهيمنتها الاقتصادية وصراعها مع الأحزاب الأخرى ليغدو الأمر أشبه بتصويت على انتخاب رئيس عصابة لا برلمانا يخرج حكومة ويراقب مؤسسات